مساءكم خير والنهاردة 7 يناير والمصريين المسيحيين بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد وأيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وحالة حقيقية من الحراك في كل المجالات على أصعدة الهدوء النسبي والهدوء الكبير والحالة من الانبساط لما بنعيد مع بعض بالطريقة الطبيعية وانت بتستعيد كمهورية مصر الطبيعية في هذه الأيام بنرجع نقول الحمد لله ورسائل كتير بتقول انه عدنا إلى ما كنا عليه ما فيش حاجة جديدة لكن عدنا إلى ما كنا عليه هدأنا كثيرا في حالة كانت من الترقب والعصبية كده حصلت بسبب تطورات وتغيرات كتير لكن عدنا نفهم ونتفكر ونسأل عشان كده النهاردة يبدو جدا أنه في بداية اليوم بحس أنه السنة دي مختلفة جدا كمان عودة منتدى شباب العالم رسالة مهمة جدا برضو لمحاولتنا الشديدة والقوية والواعية للعودة إلى ما كنا عليه منارة ومنصة والمنتدى بكل أهميته للمصريين وللشباب العالمي بيرجع مرة تانية في نسخته الرابع النهاردة حلقتنا هنكون كالعادة بناخدكم في جولة سريعة في أهم ما حدث خلال الأسبوع واستعداداتنا كمان لمنتدى شباب العالم لكن كمان عندنا ضيف خاص ولقاء خاص جدا مع دكتور ماهر ساموئيل وأنا عارفة أنه كتير من الناس تحب النهاردة أننا في يوم عيد الميلاد المجيد نستمتع بفكر مختلف ورؤية مختلفة وطرح مختلف لكل التغيرات اللي بتطرق علينا كمصريين وكمان في حديث كده عذب أنا متأكدة عن الإنسانية هيشاركنا بيهم